الى ذلك استنكر رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل الممارسات القطرية العضوانية ضد بحارة البحرين وعبر عن رفضه لهذه الممارسات مؤكدا انها انعكست بشكل سلبي على الوضع المعيشي للبحارة تعتبر هذه انا اقول غرصانة وانا اقول تعدي على الغير مثل ما يقولون هذه الامور ما تصير في البحر البحر الناس او احنا نقول رزق من الله حق الصيادين سواء من اطلاق نار مثل ما اشرحوا الاخوان او الصيادين او يعني تعدي على الطرارير ويركبون فوق الطرار ويعني اصابة الصيادين هذلين فاحنا نرفض الامور ذي احنا كجهة احنا نقول رسمية كجمعية قلالي للصيادين نرفض الامور هذي اللي قاعدة تصير واحنا كل الاجراءات اللي قاعدة تاخذها البلد وزارة الداخلية طبعا معاها قلبا وغالب ونأيد كل الامور اللي قاعدة تتخذها الحمد لله في حماية الصيادين البحرينيين ونتأمل مثل ما قلت في السابق واقولها الحين يجب يعني وقف الامور هذي العدوانية باسرع وقت بخصوص الحياة او احنا نقول الاثار الجانبية اللي سببت هذه الحوادث اللي يعني ذكروها الاخوان الصيادين احنا كصيادين ومتابعين حق امور الصيادين في البحرين واحوالهم احنا تروالي كثير من الناس هذي يمكن قاعدت في البيت من غير داخل وهذه يذكروها الجماعة فاحنا يعني نستنكر الامور هذي اشتركوا في القناة